حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان حدثنا محمد بن سعد الأنصاري قال سمعت أبا ضبية الكلعية يقول سمعت المقداد بن الأسود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما تقولون في الزنا قال حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جريه قال فقال ما تقولون في السرقة قال حرمه الله ورسوله فهي حرام قال لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره